اليوم سنتكلم عن اكبر متحيل في اليوتيوب نعم كما سمعتني لوغان بول هو اكبر متحيل في اليوتيوب انفضح قبل ستة اشهر وقبل يومين جاء وعمل شيء اسوأ امهم لا تنسى اللايك والاشتراك والاشتراك كنفهم ما فعله لوغان بول اليوم نتكلم عن الدراما التي بدأت قبل ستة اشهر او خمسة لوغان بول سرق ثمانية عشر مليون دولار من المتابعين لو مليون دولار فقط يجيب لي ايلون واندرو وماركس وكربكبك فاكيد ثمانية عشر مليون دولار تشتري للعالم ثمنتاش مليون يا ظالم كيف سرق المال الاسطورة لوغان بول لوغان قبل سنويات كان يحضر لمشروع انف تي يسمى كريبتوزو وستر تقوم بشراء بيض بالحظ واذا كنت محظوظ ممكن تحصل على شيء نادر وهذا الشيء النادر تقوم ببيئة يعني هذا التفسير بشكل عام بلاه هذه فكرة بلاه من المتخلف اللي ممكن يذهب ويعطي المال لهذا الانسان يعني لا في ناس كثيرة جاءت ودفعت المال اللي هو الكثير البيض اللي تشتريه مش رخيص يعني وصلنا الوقت انه في ناس تعتقد انها ستصبح غنية بالبيض يعني احيانا اقول الحمد لله انه لوغان بول سرقهم بصراحة شا التخلف هذا؟ المهم نرجع للموضوع المفروض كنا نستنى هذا البيض لكي يفقص ويخرج ونعرف ما الشيء الذي حصلنا عليه إذا اشترينا لوغان قال هذا البيض سوف يفقص بعد سنة بعد سنة لم يحصل شيء بعد سنتين لم يحصل شيء بعد أشهر لم يحصل شيء فالناس بدأت تطالب مبالها وهنا جاء كوفيزيلا اللي ما يعرف كوفيزيلا هو يوتيوبر أسطورة من الآخر هذا يحدث لك حقائق كل شيء انا مش عارف اذا هو اصله محامي او شيء من هذا القبئ انه ممن أسطورة كوفيزيلا كشف حقائق انه الكثير من الناس اللي كان يعمل معهم لوغان بول في هذا المشروع هم اشخاص متحيلين ومعروفين من قبل واحد منهم اخذ المال الذي ربحوه من الكريبتوزو وهرب به يعني الوضعية عصابات اول ما قام كوفيزيلا بتكلم عن الامر جاء لوغان بول يهدد كوفيزيلا انت كذاب انا سوف اردت محكمة وكل شيء وله قال له صحيح انه اللي معي كان متحيل لكن انا ما كنت اعرف لا يا شيخ المتحيل هذا قبل اشهر من الكريبتوزو قد تحيل على لوغان بول لانه لوغان بول تعرفونه انه يجمع البوكيمونز وهذه الامور هذا الشخص بيع للوغان بوكيمون ديك بعشرة ملايين دولار او شيء من هذا القبيل وهو مش حقيقي يب سرق لوغان بول وبعدها لوغان بول جاء يشتغل معه وبعد يقول لك لا لا اعرف انه متحيل الناس كلها كانت تعرف انه متحيل قابل ما يبدل في المشروع لكن لوغان قال لك لا انا لا اعرف اتبع المهم مرة اخرى اجابه كوفي زيلا وقالوا يلا بلغباء فلوغان حذف الفيديو وبدل انه ينزل فيديو ويعتذر فيه للناس نزل فيديو يشكر فيه كوفي زيلا يعني شكرا لانك رجعتني للطريق الصحيح وكل شيء من هذا القبيل وهذا كله خرج على اساس انه لوغان بول لا يقصد انه يعمل تحيل على المتابعين في هذه المرحلة لوغان راح للديسكورد ولكل مكان وقال لكل من خسر ومالهم عندكم 18 مليون دولار وسوف نعيدها نحن الان نحاول ان نجد طريقة لاعادة المال اوكي انتهت الدراما قبل اشهر وقلنا انه كل شيء انتهى الناس سوف يعودون لكل شيء ويعني لوغان عنده المال قبل ايام يرجع كوفي زيلا وينزل لك قنبله على اليوتيوب على انه لوغان ما يترباش لانه قال في الفيديو انه كل شهر كان يذهب ويكلم لوغان ولكن لوغان لا يجيب يقول له هل رجعت المال؟ لوغان لا يجيب هل رجعت المال؟ لوغان لا يجيب قالو في الشهر هذا جاه ايميل من مدير اعمال لوغان بول المهم مدير الاعمال قال انه احنا نتكلم الان مكان لوغان بول لوغان بول يعني حتى مدير اعماله في الابتدائي والله لا تقلق على المال نحن الان في نبحث عن طريق لايصال المال لا تقلق قبل ستة اشهر كان لوغان بول يبحث عن طريق و بعد ستة اشهر لازلتوا تبحثوا عن طريق الان في ناس سوف تقول اوكي يعني هي ثمانية عشر مليون دولار حتى لوغان بول لو كان عنده الكثير من المال يعني صعب انه يرجح علىه لانه كوفي زيلة فضح لوغان بول لانه بعد تلك اللقطة حطلك لوغان بول وبجنبه كيساي هو يتكلم عن ارباح المشروب اللي عنده اللي في شهر واحد من هذه السنة جاب ثلاثة واربعين مليون دولار ربح وان شهر واحد من هذه السنة هو نفس الشهر اللي سرق منه المتابعين لهذا السبب كنت دايما اقول لكم انه الامريكان اغبياء اخذلك بايدا ورح تسير مليونير يعني ما ان الشخص العاقل الذي سيصدق هذا الغباء اذا اجابتك كانت الامريكان فلا نحن هنتكلم عن شخص عاقل المشكلة انه الى الان لا نعلم ما الذي حصل لا يزال لوغان بول لم يتكلم ولم يدفع عن نفسه لا انا اتخيل انه عادي لوغان بول يهرب من الامر ولا يعيد المال وفي النهاية يحولها لميم يعني تخيل انه شي من هذا القبيل يصير الناس كلها بعدها تضحك على انه سرق ناس ناس كثيرا سرقت من مالها ولوغان لا يعيده اما قولوا لي رأيكم في الكومنتات ومتى توقعون انه يحصل ولم لا يعرف ان هذا التفضل geometry وم Deete نعم لم تغمی شغل ومع شغل من بر Entre beك لم أحوم لم تغمی شغل